في حلب تتواصل معارك العنيفة في المدينة عقب إعلان الجيش الحر دخول مرحلة تحرير المدينة بالكامل حيث تمكن الجيش الحر من تفجير نفق نارضي مجهز بشكل مسبق تحت عدة أبنية لقوات النظام السوري في حي رذع خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام بينهم عناصر من ميليشيات إيران وحزب الله كما تصدى الجيش الحر لمحاولة تقدم قوات النظام باتجاه منطقة الدباغات في حي راموسة المحررة